المراجعة العامقة هذه جاءت ببعض الأشياء الجديدة قلصت من صلاحية وسلطات رئيس الجمهورية التي كانت موجودة عقب التعديل في 2008 الكارثي على الجزائر وعلى مؤسساتها وسلطاتها فأولا أن رئيس الجمهورية عاد أن هذه الوثيقة المسودة التي ستعرض الاستفتاء على الشعب أنها عادت إلى نظام السلطة التنفيذية برأسين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس الحكومة له صلاحية وله سلطات يعد برنامج حكومته هو نفسه يعده وهو نفسه يختار وزرائه بالتشاور بطبيعة حال مع رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية هو الذي يعينهم في نهاية المطاف وبالتالي لأن هنا فيه استقلالية لرئيس الحكومة فهو ليس فقط مجرد آدات لتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية ووزير الأول من قبل كان مسؤول ولم تكن له سلطة اليوم له سلطة وله مسؤولية وبالتالي هذا شيء مهم وهذا شيء مفيد وهذا يعتبر تقليص من تركيز السلطة التي كانت فيه رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية يعين نائب نائب رئيس يعني هذه موجودة في دول أخرى كما وشان في ميسر مثلا فهو يعينه ويقيله ويحدد له صلاحيات معينة ومحددة لا ترقى لصلاحيات رئيس الجمهورية لأن رئيس الجمهورية منتخب عنده عهدة من الشعب باستفتاء وبالتالي الصلاحيات التي يمارسها نائب الرئيس هي محددة ويمكن أن تكون صلاحيات تقنية أكثر منها سياسية يبقى أنه إذا حدث شغور شيء جديد إذا حدث شغور أو استقالة أو وفاة فيتولى نائب الرئيس لمدة معينة دون أن يمس ببعض المبادئ التي كانت مخصرة لرئيس الجمهورية وحده وإذا كان هناك مانع لنائب الرئيس يتولى رئيس مجلس الأمة كذلك وبعد رئيس مجلس الأمة يأتي رئيس المحكمة الدستورية لحد الآن نظام شبه رئاسي لأن كين الكثير يخلط بين النظام الشبه الرئاسي والنظام البرلماني لأن كين نظام رئاسي وكين نظام برلماني وكين نظام مختلط وكين نظام شبه الرئاسي وكين نظام رئاسوي لا يمكن أن نذهب إلى نظام برلماني لأن في النظام البرلماني الكثير حتى أنا وضح الصورة نظام البرلماني لا يليقب الجزائر في هذه المرحلة يعني من تاريخ الجزائر فالنظام البرلماني له تقاليده كما بريطانيا مثلا يعني 1500 سنة من الوجود فهنا هناك رقابة متبادلة بين السلطة التنفيذية والسلطة الشريعية دائما موقف الجزائر يبقى ثابت ومجسد في الثقافة الديبلوماتية الجزائرية في عدم التدخل في شؤون داخلية للدول الأخرى ولكن هذا لا يمنع من أننا دائما نحافظ كذلك على مواقعنا الاستراتيجية وعلى مكانتنا الدولية حتى نوازي بين سمعة الجزائر الدولية ونزاهة الجزائر وحياد الجزائر ووقوف الجزائر دائما موقفا متساويا من جميع أطراف النزاع في الكرة الأرضية وسمعة الجزائر في حل النزاعات الثنائية أو الجامعية في كثير من الدول هذه جعلتها تستجيب لأنها تساهم ميدانيا في حفظ السلم الدولي أو إعادة بناء السلم الدولي في كل حالتين عن طريق بصح تحت لواء الأمم المتحدة كمنظمة دولية عالمية أو الاتحاد الأفريقي كمنظمة دولية إقليمية أو الجامع العربية كمنظمة دولية قارية تارية